السلام عليكم ورحمة الله اتمنىكم تكونوا بخير والاخير مرحبا بكم معي في القناة شي صارة اليومين شاء الله سنعملوا مع بعض واحد القلاس كيفما كتشوفو كي جي رائع في الشكل او في الماطق الشكل ديالهم بدل تقدروا دعملو في الحفلات ولا في الافراح والمناسبات ستشوفو معي المولي استعملتو نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم برطة جوا مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم والجديدة معي في القناة تعجبوا والوصفات مرحبا والف مرحبا منسى تعملي اضغط على السلس لكي وصلكم كل جديد ديالي خليكم معي نبدو بالمقادر ان شاء الله بالنسبة المقادر سنحتاجو جوج علب كريم شونتي بودرة سنحتاجو لتر من الحالب سنحتاجو جوج كيسان السكر كيسان الكوكو يكون محمر و مقشر و جوج علب ياغورت بنكهة الكرامل سنحتاجو جوج معلقة للعسل يكون كبر بسم الله نبدو بالطريقة اول حاجة اللي غادي نبدو بها هي نوغا الكوكو كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو عملت السكر في المقلة من الاحسن عملوه هكذا في شي حاجة تكون واسعة في شي طنجرة او المقلة حسن الكسرونة كتكون مجموعة كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما كتشوفوا معايا انا عملت العفية تكون متوسطة شوية ولكن كان راقبو كنحركو غير بالمقلة ما كنعملش المعلاقة في الاول في المرحلة الاولى كيف ما كنقلكم دائما ما تعملوش المعلاقة حتي يكون كيف ما كنحركوها كيف ما كنحركوها وغادي نضيف جوش كيسنت الكوكو وغادي نضيف جوش كيسنت الكوكو بعد ما حمرتم في الفران وقشرتهم كيف ما كتشوفوا معايا انتوما ان شاء الله هل كانت شعرات دولة مناسبة عملو اللوز يجي الماداق ديالو رائح كيف ما كنحرفو اللوز دائما كيجي في خيم لا في الحلويات ولا في اللي غلص انا اليوم الساعة مرتغي الكوكو وانتوما كيبقى دائما على حساب وانتوما كيبقى وانتوما كيبقى سوف نستمر بقى نحرك الكوكو حتى يتغلف كامل بدك السكر بدك الكرامل سوف نكمل ونشوفوا الطريقة ان شاء الله بعد ما تغلف الكوكو كامل بهذا الكرامل سوف ندهونة سوف ندهونة بشوية زيت سوف ندهونة كوكو تقدروا على الورقة الفران إذا كان متوفر او لتقدروا تدهونة زيت مباشرة على رخامة وعملوا هذا الكوكو كيف ما كتشوفوا معي ملبس بالكرامل حاولوا تفرقه شوية على بعطياته بشتغية كي يقصح وكي يبرد بعد ما سوف ندهونة سوف ندهونة كيف سوف ندهونة ونزين بها فى الآخر سوف ندهونة سوف ندهونه بالنسبة لطريقة ندهونة ندهونة اضع امسك لطريقة حين اصدقاء ندهونة ندهونة Yani اضع اكتش القلاب من اصدقاء الحليب والقصة والاستخدمات حتى يكون بارد وضعه في المجمد سوف ينضيف جوج علب الياغورت يكون بنكهة الكراميل وتقدروا تزيدوا إذا كان عندكم نسل كراميل تقدروا تزيدوا شجل مهلقة يزيدوا الماداق كتار وكتار نكهة الكراميل ونضيف العسل كما قلت لكم في المقادر يوجد مع علاقة كبيرة للعسل لا نضيفه السكر سوف نضيفه غير العسل وهذا ياغورت اللي استعملنا هو اللي غادي يحلي هاد الكلص حتى الماداق ديالو ما كيجي جي حلو الصراحة كيجي رائع في الماداق وكيجي كريمي وتقدروا دعمله في شعراتات ولا في المناسبة وحتى الشكل ديالو هنتم ما غادي تشوفوا شمال مول اللي استعملت يعني حتى الشكل ديالو مبدل أنا غادي نصمر ما غادي نطحن لديك العناصر كيف ما كتشوفوا معايا هو كيزي ديع قد ولكن ما غاديش نطلعه في حال كريمشونسي اللي كنزوقوا به هاد طرطات دائما خصو يكون غير مطلع غير شوية باش كيبقى كريمي أنتو ما كتشوفوا معايا القاوم الخالط كيف عامل يعني ما طربناه شي بزف صافي وغادي نضيف له نوغام بعد ما هرمشتها كيف ما قولكم هرمشوها رقيقة وغادي نستمر نخلط كل شي مع بعطيته باش نسجمو بالنسبة للمولي غادي نستعمل اليوم غادي نعمل هاد المولي كيجي على شكل طبقت صراحة كيجي مختلف في المنظر ديالو وهاد المول التمن ديالو غير تلقش درهم يعني ما شي غالي وتقدروا تستعملوا بفيه بسفة لحاجات في التازين تشلايد أو لا في السفة تسوكسو يعني ما شي غير في فلا غلاس وكيف ما كتشوفوا معايا غادي نغلفو بفيلم أليمونتغ هاد بلاستيك ردائي واللي غادي خليه بعد ما غادي جمد غادي تدي مولة ضغية يعني غادي حيض ضغية من المول وغادي بقى الشكل ديالو معاوض أنا غادي نستمر نغلف هاد المول كامل بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعمل لذيك الخالط في ذيك المول هاد القيص اللي عطيت لكم كيف ما شتوا معايا جالي قد هاد المول اللي لسا عملت هو الحجم ديالو كبير شوية كيظهر في الفيديو صغير نقول لكم اللي كتبعت 13 درهم وما فيهم الأحجم ولكن هاد الحجم اللي استعملته كيجيلي قد هاد القيص اللي اعطيت لكم اللي قلص يعني الليتر اللي حليب كيجي فيه هادك صافي أنا غادي نستمر نهب ذيك الخالط كامل في ذيك المول كيف ما غادي تشوفوا معايا كنضرب على سطح العمل ذيك اللي قلص باش كيخرجوا منه ذيك الفوقاعات وكيشبر لشكل ديال المول صافي وغادي نغلفوا بوحد فيلم أليمونتغ او البلاستيك غدائي طروري باش ما كي ما كيعملوا في المجمد ما كيشمشي نسمد الحاجة اللي كيكونوا عنا في المجمد وغادي تخليوا ليلة كاملة صافي أنا غادي نغلفوا وخليكم تماما باش نشوفوا التزين ديالو الشكل نهائي ان شاء الله يارب بنسبا التزين غادي نزينو بالنوغ اللي خلينا شوية هادك اللي عملنا فوسط اللي قلص واحد يغط منك هاد الكرامل غادي نضيموا لذيك اللي قلص من بعد ما كزيت الليلة كاملة كيف ما كتشوفوا معايا يعني جمد وغادي نقلبوا غادي تشوفوا خدا الشكل د المول وهانتو ما غادي تشوفوا معايا ذك الدور في المقال منطق كيحيد دغية من المول هانتو ما كتشوفوا دغية كيحيد وكيخلي شكل معاوط دل لغلاس أنا غادي نحاول 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 دك سالوفا من لغلاس غادي نعمل دك علبة الياغوط بينك هالك الكرامل فوحد بلاستيك غدائي أولا إلا كان متوفر البوش تقدروا تستعمله غادي نحاول بواحد الكس وغادي نعمل بلاستيك غدائي فوص الكس باش غير كيسهل علي الخدمة صفي وغادي نعمل دك العلبة الياغوط في بلاستيك غدائي وغادي نشد بواحد المقاس ولا بواحد الموس غادي تحاول تقطع واحد تقطيع غير صغورة باش دعطلكم الخوط تكون ورقاق ماذا متكبروا شيدكم باش كيجيلكم في التزيين مزيون صافي وغادي نبقى نزواق بهذا شكل كيف ما كتشوف معايا يعني التزيين عشوائي ودائما عاود كيبقى على حسب الدوق ديالكم واختيار ديالكم أنا عطيت لكم هذا التزيين بسيط وسهل يعني أي شي ماتريال ولا شي حاجة بنسبة النوقة اللي قلت لكم خليوها في الأول غادي نزيين في تك الطبقة بهذا الشكل هذا ولا تقدروا تخليوا الطرفها كبارين للنوقة ونزلهم يعني توضعهم في الرأس ولا في الأطرف أنا غادي نستمر بقى نزيين هاد 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 غادي نتلاقوا إن شاء الله باش نشوفوه مع بعض في الشكل نهائي وشكل ديالو كيف جميع كنت نقطعه وهذا هو الشكل نهائي ديالو كيف ما كتشوفوه معايا كيجي كريمي وماتق ديالو كيجي رائع وحتى الشكل راقي كيف ما قلت لكم تقدروا تعمله في العراضات ولا في المناسبات ولا في الأفراح كنتم نتمنى إن شاء الله يحجبكم لفيديو اليوم بارتجوها مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم واللي جديد معايا في القناة تعجبوا الوصفات مرحبو ألف مرحبة منسا تعملي أبوني وتضغط على السل الجرس باش يوصلكم كل جديد يالي منسا وش تعملو لي جيم وتخل لي شي تعليق شكرا بالسفع للمسابعة ديالكم على المشاهدة في الفيديو القادم إن شاء الله اشتركوا في القناة